بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نجدد اللقاء بكم ومرحبا بكم وكل عام أنتم بخير معكم للسالة الرحيم المادة لغتي اللغة العربية للصف الرابع البدائي فيديو رقم واحد المدرسة العالمية الباكستانية بالطائف أولا موضوع الكتب أي طالب أو أي طالبة ما حصل أو ما حصلت على الكتاب على المجموعة يقدروا يروح المدرسة ويستلموا الكتاب من المدرسة طبعا أول ما استلم الكتاب حتى أخذ المجموعة كاملة وخذ المجموعة كاملة والكتاب اللي ندرس من المجموعة كتاب لغتي اللغة العربية وبقية المجموعة خليه في البيت عشان تستفيد منه في أوقات فراغك جاهزين نبدأ؟ يلا على بركة الله نبدأ طبعا كتاب لغتي الجميلة المدارسة العالمية للصف الرابع البدائي الفصل الدراسي الأول طيب الفصل الدراسي الأول ناخذ فيه وحدة وحدة فقط ناخذ وحدة صحتي وبيئتي يعني الوحدة اللي ندرسه هو هذا الوحدة الوحدة اللي ندرسه في الفصل الدراسي الأول هو الوحدة الأولى صحتي وبيئتي نبدأ قبل ما نبدأ في الوحدة الأولى نبغى نراجع المكتسبات اللي أخذناها وراجع مكتسباتي السابقة طيب وراجع مكتسباتي السابقة أولا عندنا الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية طيب إيش هو اللام الشمسية واللام القمرية طبعا تعرفون الأل الكتابة بال ها عشان تفهم وما يجي كويسة باليد هنا بس عشان شرح وتوضيح المعنى اللام الشمسية طيب عندنا في اللغة العربية ثمانية عشرين حرف إيش الحروف اللي تأتي بعد اللام الشمسية عندنا إيش حرف التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والنون واللام عندنا الحروف اللي هو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تساع عشر حداشتنا 13 14 حرف أبنائي طلاب وبناتي طالبات 14 حرف من حروف اللغة العربية تأتي بعد اللام الشمسية طيب إيش هو اللام الشمسية زي ما أخذنا اللام الشمسية تكتب ولا تنطق يعني نكتب اللام ولكن ما ننطقه الحرف الذي يلي اللام الشمسية يكون عليه شدة عندنا مثال كلمة مثلا ناخذ كلمة إيش السيارة عندنا كلمة السيارة يا سلام انتوا شايفين الألف واللام هنا يا سلام بعد الألف واللام عندنا حرف السين إذن والسين من حروف إيش الشمسية فنحن الآن ما ننتقص اللام ما نقول السيارة نقول السيارة اللام هنا ما نطقناها زايدا إنه فوق السين في شدة عرفتوا هذا هو اللام الشمسية أما بالنسبة للامة القمرية الحروف التي تأتي بعدها ألف با جيم حا خا عين غين فا قاف كاف ميم ها واو يا برضو كم عندنا حرف هنا 14 حرف يا سلام تكتب وتنطق الفرق بين اللامة القمرية واللامة الشمسية إنه الشمسية نكتب اللام ولا ننطقه اللامة القمرية نكتب اللام وننطقه تكتب وتنطق يا سلام تكتب وتنطق هنا تكتب ولا تنطق اللام القمرية ساكنة والحرف الذي يليها يكون متحركة اللام القمرية يكون فوق السكون أما الحرف الذي يأتي بعده يكون متحرك يعني 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 فتحة مثال مثلا ناخد كلمة مثلا البيت يا سلام شفتوا الألف واللام هنا هنا فوق اللام فيه سكون إذن القمرية طيب وشطة ثانية إيش إنه الحرف اللي بعد اللام متحرك يعني عليه فتحة أو كسرة أو ضمة ما فيه شدة شفتوا كيف هنا كتبنا اللام ونطقناها والبا عندنا من إيش البا من الحروف اللي تكتب وتنطق اللام فيها عرفتوا هذا هو مراجعة اللام الشمسية واللام القمرية طيب بالنسبة لحروف المد عندنا هنا ثانيا حروف المد الحركات الطويلة عندنا في اللغة العربية ثلاثة نواع من المدود ألف ويا طيب أول شيء نخش في الألف نبغى نتكلم أول شيء عن الألف بعدين الثاني شيء نتكلم عن الواو وبعدين آخر شيء عن اليا ألف يأتي قبله فتحة الألف مد بالألف يكون الحرف اللي قبله مفتوح زي كلمت عندنا كلمة سماء انتوا شايفين كلمة سماء هنا شايفين إنه فوق المد بالألف قبل الألف حرف الميم فوق الميم فتحة شفتوا كيف إذن الحرف الممدود اللي هو الميم فوقه فتحة وحرف المد الألف حرف المد الألف الحرف اللي قبله دائما يكون مفتوح يعني عليه فتحة ثاني حرف من حرف المد عندنا حرف الواو يكون الحرف اللي قبله مضموم يعني عليه ضمة مثال عندنا كلمة أكون شوفوا حرف المد واو ثالثة الكلمة قبله حرف الكاف عليه ضمة إذن الحرف الممدود إيش يعني الحرف الممدود معناته أي حرف يجي قبل حرف المد اسمه الحرف الممدود طيب اش هو حرف الممدود هنا حرف الكاف عليه ضمة طيب اش هو حرف المد عندنا في الكلمة حرف المد الواو يا السلام ثالث حرف المد عندنا حرف اليا يكون قبله كسرة مثال عندنا كلمة اخي شوفوا في اخر الكلمة حرف المد يا قبل اليا عندنا حرف الخا مكسورة اذا الحرف الممدود عندنا حرف الخا ليش سميناه حرف الممدود عشان جاء قبل حرف المد. عليه كسرة زي ما تشايفين. وحرف المد عندنا حرف الياء. عندنا عندنا ملاحظة مهمة جدا جدا ان حروف المد ما عليه حركات. حروف المد ابدا لا عليه لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة. ايش هو الحركات عندنا الفتحة? كسرة? ضمة? حروف المد لا عليه لا حركات. لا فتحتين ولا كسرتين ولا ضمتين. انتبهوا لهذا الكلام. اذا حروف المد عندنا الالف والواو واليا الالف الحرف اللي قبله يكون مفتوح الواو الحرف اللي قبله يكون مضموم اليا الحرف اللي قبله يكون مكسور حروف المد ما عليه حركات ما عليه لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة يجيكم سؤال في الاختبار يقول لك استخرج حروف المد من القطعة التالية استخرج لي كلمة فيله مد بالالف ما تقوم تكتب لي كلمة فيله الف عليه فتحة كسرة غلط حروف المد لا يكون لا عليه حركات انتم شايفين لا هنا لا في حركات ولا هم يحددون فاضح هنا لا في عليه حركات ولا شيء ما عليه حركات ولا شيء حتى لو تركزون في في الكلمات هنا شوفوا حروف المد لا في عليه على حركات لا كسرة ولا ضمة ولا فتحة الكلام واضح اذا ننتقل للصفحة لي صفحة اربعطاش طيب ايش عندنا في صفحة اربعطاش عندنا الشدة ثالثا الشدة ايش تعريف الشدة عندنا تعريف الشدة الحرف المشدد معناته ايش حرفان اولهما ساكن والثاني متحرك فاضغم الحرفان فاصبح حرفا واحدة مشددة ايش الكلام هذا انا دعين اقول لكم مثال انا اعطيكم مثال يا سلام طيب عندنا المثال ها قلنا الشدة الشدة قلنا الحرف المشدد ايش تعريفو حرفان اولهما ساكن والثاني متحرك فاضغم الحرفان فاصبح حرفا واحدا مشددة عندنا مثال لشين تفهموا من المثال ان شاء الله تعالى طيب مثلا عندنا كلمة عن مي كذا فوق الميم شدة اصلا الكلمة كانت زي كذا اصلا الكلمة كانت عايم مي شوفوا في الكلمة كانت ميمين اه هنا فتحة هنا اول شيء الميم كانت عليه سكون هنا كسرة فالشدة اختصت الموضوع هذا الميمين هذا شايفين الميمين هذا اضغمت الميمين هذا صارت ميم واحد فاها العين زي ما هو عين الميمين حذفنا ميم وخلينا ميم واليا زي ما هو طيب الميم الساكنة اضغمت فالكسرة نكتبه زي ما هو ولكن نحط علامة شدة علامة شدة معناته ان الميم الاولى حضفت فعمي معناته الحرف اللي عليه شدة هذا حرفين الاول ساكن وثاني متحرك متحرك يعني عليه حركات فتحة كسرة ضمة هكذا الشدة شدة اذا معناته ايش اختصرنا حرفين في حرف واحد وساعد العصفور في كتابة شدة الحرف الصحيح هذا السؤال مرة سهل مثلا عندنا كلمة عمي ها الشدة فوق الميم وكسرة هنا سلم فوق اللام شدة وفتحة رف فوق اللام نحط شدة فوق الفاء صبورة فوق الباء شدة وضمة نحب فوق الباء شدة وضمة ثم فوق الميم شدة وفتحة مظبوط يا سلام فاهمين نخش في مراجعة هذا مراجعة الاستاذ ماشي بسرعة انا ليش ماشي بسرعة اولا عشان المنهج شوية يعني يعني كثير علينا لازم نخلص ثاني شي هذا مراجعة احنا قاعد نراجع اللي ما سبق اخذناه نخش في صفحة خمستاش طيب ايش عندنا صفحة خمستاش صفحة خمستاش التاء المفتوحة والمربوطة التاء المفتوحة ها تاء مفتوحة يعني مفتوحة من فوق التاء المربوطة مربوطة تأتي هكذا وهكذا متى تأتي هكذا اذا كانت ملتصقة بالكلمة متى تأتي هكذا اذا كانت منفصلة عن الكلمة طيب التاء المفتوحة والمربوطة كيف يفرق بينهما عندما تريد كتابة اي كلمة في نهايتها تاء لا تعلم ان هي تاء مفتوحة او مربوطة حول هذه التاء الى ها مثلا انت سمعت كلمة امناء فالاخير فيه له حرف تاء انت تقول لحين يا ربي هذا تاء مفتوحة ولا مربوطة تقوم توقف على الكلمة اذا وقفت على الكلمة وصارت مضبوطة وصارت ها اذا هذا تاء مربوطة اذا وقفت على الكلمة وما عرفت انه ولا شيء تاء مفتوحة طيب ها اذا لم يتغير معنى الكلمة فعلم انها تاء مربوطة اذا تغير معنى الكلمة فعلم انها تاء مفتوحة ها نقرأ المثال ونعرف كلمة تفاحة نحول تاء الى ها في النطق نلاحظ ان المعنى لا يتغير اذا فهي تاء مربوطة مثلا شوفوا تفاحة اذا وقفنا عليها قلنا تفاحة اذا في نهاية الكلمة في تاء مربوطة اما كلمة بيت نحول تاء الى ها في النطق نواحظ ان المعنى تغير نقول باي باي شفته إذن هذا تا مفتوح إذا وقفت على التا المربوطة بالسكون ننطقها هاها إذا وقفنا على كلمة مدرسة دعين مدرسة نوقف عليها تصير مدرسة إذن تا مربوطة إذا وقفنا على الكلمة خلاص هنا في نقطة في نهاية الجملة نقول مدرسة نتقنى سكون نتقنى ها مزبوط نخش في الصفحة اللي بعده علامات الترقيم علامات الترقيم هي رموز توضع بين الجمل لتسهم في إفهام القارئ معنى الكلام وتبدو الكتابة أكثر تنظيما وجمالا ويمكن أن تسبب كثير من الإرباك في الفهم لو أهملت أو استعملت في غير مكانها أول علامة الترقيم أخذناها اللي هو النقطة اللي تيجي في نهاية الجملة النقطة أحب أن أنهي الكلام لذا تجدني في نهاية الجملة يا سلام نهاية الجملة أي نهاية الجملة الجملة انتهت نحط نقطة طيب الفاصلة الفاصلة أحب أن أفصل بين الجمل الطويلة حتى لا تتعب في قراءتها لذا تجدني بين الجمل المتتابعة أي نص نقراها في الجمل متتابعة نحط بين الجمل الفاصلة عشان أنت قعد تقرأ توقف بين الجمل الفاصلة المنقوطة ما معنى الفاصلة المنقوطة أشبه أختي الفاصلة لكني لا أعمل كثيرا مثلها تجدني بين الجمل التي تذكر السبب في حصول ما قبلها الفاصلة المنقوطة زي أختها الفاصلة ما تشوفه كثير في الجمل ما نشوفه كثير في الجمل نشوفه في الجمل اللي في سبب قبلها التي تسبب في حصول ما قبلها عندنا الاستفهام الاستفهام معروف نحطه بعد السؤال نحطه بعد السؤال أحب الطرح الأسئلة لذلك تجدني في نهاية الجملة الاستفهامية أي جملة في له سؤال نحط في الأخير علامة الاستفهام التعجب من نفس الكلمة يعني في له عجب في له تعجب وعبر عن المشاعر والعواطف لذلك تجدني في نهاية الجملة التي تحمل تأثرا سواء كانت تعجبا أو فرحا أو حزنا يعني الجملة يوم تقرأ الجملة في له تعجب في له تأثر في له عواطف نعط في النهاية علامة تعجب القبل أخيرا النقطتان الرأسيتان نقطتان فوق بعض هذا متى تجي أو إيش تقول عن نفسها نقل فوق بعضنا ونأتي بعد القول ومشتقاته وبين الشيء وأقسامه يأتي دائما بعد قال المعلم قال الأب قالت الأم نقطتان رأسيتان ونأتي بين الشيء وأقسام الشيء نفس الشيء الذي تكلم عنه يأتي بينه وبين أقسامه الشرطة آخر علامة الترقيم عندنا في الصفحة يبدي في الحوار وتجدني كذلك في بداية الجملة المعترضة وفي نهايتها يعني يبدأ فيه في الحوار ونشوفه في جماعة اللي في له اعتراض وفي نهاية الجملة التي في له اعتراض طيب آخر صفحة نأخذه لهذا اليوم اللي هو سادسا التنوين إيش هو التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم نطقاً لا خطاً ووصلاً لا وقفاً التنوين يوم نقرأ كلمة في له تنوين في آخر الكلمة فيه نون ساكنة يعني نون عندنا ثلاث أشكال التنوين في اللغة العربية عندنا التنوين بالضم يعني ضمتين عندنا التنوين بالكسر كسرتين تنوين بالفتح فتحتين طيب بالضم بو صارت بن مثال كلمة قلب بالفتح صارت بن مثال كلمة قلب في ملاحظ على التنوين بالفتح إيش هو الملاحظة عند التنوين بالفتح نزيده ألفاً على جميع الحروف الهجائية معدى التال مربوطة والألف اللي هو الهمزة إذا جات من هذا الجملة والألف والهمزة الألف المندودة يعني في اللغة العربية جميع الحروف في الأخير إذا جات عليه تنوين نحط بعد التنوين ألف نحط بعد التنوين ألف إلا ثلاث حروف حرف التال التال مربوطة إذا جات في الأخير إذا حطينا عليه تنوين ما نحط ألف في الأخير والهمزة إذا جات في الأخير إذا حطينا تنوين ما نحط ألف في الأخير وإذا جاء كلمة سماء إذا جاء تنوين بالهمزة تنوين بالفتح في الأخير ما نحط ألف خلال عرفتوا؟ نكتبوا زي كده مثال كلمة مدرسة شوفوا تنوين ما في الف ملجأ تنوين بالفتح ما في الف مساء تنوين بالفتح ما في الف ملحوظة الاسم المبدوء بالل لا يقبل التنوين اي كلمة في اللغة العربية في بدايته في القمرية او الشمسية مستحيل في نهاية الكلمة تكون تنوين عرفتوا عندنا مثلا كلمة بيت لما نحط عليه تنوين بالضم بيتون تسير صح اما اذا كانت كلمة البيت في الف لام مستحيل نحط تنوين غلط مستحيل اي كلمة في اللغة العربية تبدأ بالقمرية او الشمسية مستحيل في نهاية الكلمة نحط تنوين طيب عندنا صفحة 18 هذا بطاقة تقويم مهارات القراءة الجهرية لده المتعلم اقرأها وحاول تفهمها او تفهمها طيب انتهى درسنا لهذا اليوم الفيديو القادم ان شاء الله ناخد درس صندوق جدتي ناخد درس صندوق جدتي وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيل عنا هذه الجائحة وان يحفظنا بحفظه انه الولي والقادر على ذلك ابني الطالب او ابنة الطالبة اتمنى منكم شراء دفتر عربي يكون دفتر عربي خاص تكتب اسمك والصف وكل شي في بداية الدفتر معلومات عنك والفيديو القادم ان شاء الله ناخد واجف الدفتر اليوم اول فيديو كان لنا ما اعطيتكم واجب عشان كذا بدأنا بداية حلوة راجعنا اليوم ليش مشينا كثير ليش اقضنا كثير عشان الدروس هذا مكتسبات سابق اخذناها راجعناها المراجعة ترى شي حلو الفيديو القادم كمان عندنا مراجعة نخلص المراجعة بمشيئة الله بعدين نبدأ في الوحدة الاولى لا تنسوا تشتروا دفتر عشان الاسبوع القادم الفيديو القادم ان شاء الله اعطيكم واجب الدفتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته